تداولت وسائل الأعلام والتواصل الاجتماعي اليوم أن الأمن العام اللبناني يتجه إلى إلغاء مواعيد تجديد جوازات السفر على المنصة بشكل نهائي والاكتفاء بطلب مواعيد من المراكز مباشرة بعد أن توصل المعنيون في هذا الملف إلى حلول جذرية تسرع في عملية أعطاء جوازات سفر أو تجديدها وسيلحظ اللبناني هذا الأمر في الأسبوع المقبلة لسيما وأن كمية كبيرة من الجوازات وصلت إلى المدرية العامة للأمن العام مصادر مطلعة في الأمن العام أكدت للأتي فيما ذكر سابقا إلا أنه لا يزال غير نهائي وغير رسمي لكن الأكيد أن اللجنة التي تبت بالمواعيد الطارئة للاستحصال على جوازات سفر أو تجديدها قد ألغيت بشكل نهائي ما يعني أن التوجه وخلال أسبوع قليلة سيكون نحو العودة إلى النظام الذي كان سائدا ما قبل أزمة الجوازات والتي بدأت ملامحها منذ العامين تقريبا والتي بدأت اليوم بالانحسار بعد رصد المبالغ المخصصة لاستيراد كميات الجوازات ولو بحدها الأدنى أما فيما يخص المنصة الإلكترونية فأشارت المصادر أيضا أن قرار استمرارها من عدمه لم يؤخذ بعد مؤكدة أن كل علامات الاستفهام حول الألية الجديدة للمواعيد وكيفية تقديم الطلبات وغيرها من الأسئلة سيجيب عليها بيان الأمن العام الذي سيصدر عقب اجتماع اللجنة المختصة مطلع الأسبوع المقبل